ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل أمته يقول الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير هذه من الآيات الجامعة وهي تتكرر في القرآن الكريم تذكير للمؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له كل شيء له ملك السماوات والأرض وأنت إذا سمعت مثل هذه الآية يذهب فكرك وعقلك إلى هذه الكلمة العظيمة السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وهذا منتهى القوة والقدرة والعلم لأنه يستلزم هذا الملك يستلزم العلم ويستلزم القدرة ويستلزم الحكمة فإذا قارنت ذلك بملك ملوك الدنيا فضاء لعندك ملكه وهذا يولد في نفس المؤمن وهو يقرأ هذه الآيات استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه في نفسك وأنك تقرأ كلام العظيم الذي له ملك السماوات والأرض وأنك تعبد العظيم الذي له ملك السماوات والأرض قل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا تهتم لهؤلاء أنت عليك البلاغ فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعلى نفسه ولاحظوا قوله سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء المنافقين يسارعون في الكفر ما قال ولا يحزنك الذين يكفرون وإنما قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر مما يدل على أنهم أصحاب قصد وأصحاب نية فاسدة وأصحاب جهود حثيثة في التكذيب والكفر والإعراض ويبتكرون الطرق ويحثون غيرهم ويجندون غيرهم على الكفر وهؤلاء هم المنافقون من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هذا أحسن تعريف للمنافق قال سماعون للكذب سماعون لقوم آخذين لم يأتوك لاحظوا أيها الأخوة كيف يصف الله المنافقين واليهود ما قال سامعون للكذب وإنما قال سماعون سماعون يعني مبالغة في أنهم سماعون الكذب يعني يستمعون إلى الكذب ويروجونه ويكثرون منه سبحان الله العظيم يعني بالرغم من هذه الأوصاف الواضحة والصريحة لهؤلاء نحن لم نعتبر ولم نتعب وهم يروجون علينا الأكاذيب إلى اليوم ولكننا ما ننتبه لهذا معنا الآية واضحة في وصفهم بذلك سماعون الكذب وقال في آله أكلون للسحد قال يقول يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونحن قلنا أن المقصود بالتحريف هنا أنهم يحرفونه لفظا ويحرفونه معنى فيحرفونه لفظا يغيرونه يمسحون ويضيفون ويعدلون ويحرفون معانيه يتركون الألفاظ كما هي ولكن يغيرون التفسير والمعنى قال يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يعني يشير إلى إرجف هؤلاء المنافقين وإرجف هؤلاء اليوم ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن يدد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهذه آية عظيمة أيها الأخوة في مسألة نعوذ بالله من النفاق ومن حال المنافقين عندما يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لماذا؟ عقوبة لهم يعني ما في قلوبهم من الحسد ومن الغل ومن التكذيب جعله الله سبحانه وتعالى عقوبة له أنه جعلهم في نفاقهم يعمه نعوذ بالله ولحظوا أن الله سبحانه وتعالى هنا يذكر عن بني عن اليهود بالذات قضية الحسد والغل الذي في نفوسهم إشارة إلى أن هذا الأمر من أشهر ما يعني يتصف به هؤلاء اليهود وإلى اليوم هذا شيء لا يشك فيه أحد ثم يصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود فيقول الله سبحانه وتعالى سماعون للكذب أكارون للسحت والسحت هو الربا وهو المال الحرام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه يحكم بينهم في بعض القضايا فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوك يا محمد الله لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيقضي بينهم ابتداء فإنما هم يتقاضون فذلك يقول في الآلة بعد وكيف يحكمونك وعندهم الثوراة يعني لو أرادوا أن يحتكموا إلى الثوراة التي بين أيديهم لا فعلوا لكنهم يريدون هم عندهم مثلا في توراة حكم قاسي مثلا فبعضهم يقول اذهبوا إلى محمد يمكن تلقون تخفيف مثلا ما هي مسألة هواء فقال الله سبحانه وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم أنت بالخيار إن حكمت بينهم بكتاب الله فلك ذلك وإن عرضت عنهم وأرجعتهم إلى ما بين أيديهم فلك ذلك وإن تعرض عنهم فلي يضروك شيئا ليس عليك في ذلك مؤاخذة وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ولاحظوا أيها الأخوة الخطاب من للنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فإذا كان الخطاب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدلنا عليه الصلاة والسلام وأقومنا بالقسط فهو في حق أمته من باب أولى ثم يقول الله سبحانه وتعالى متعجبا من حال يهود وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ثم لاحظوا أيها الأخوة كيف يصف الله التوراة وأنه أنزل فيها الهدى وأنزل فيها النور على هؤلاء المكذبين ولكنهم لم يعملوا بها ولم يستجيبوا لما أمرهم الله سبحانه وتعالى فيها فيقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور لاحظوا الفرق بين القرآن وتوراة الله سبحانه وتعالى يقول ولكن جعلناه نورا القرآن الكريم قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ومن عباده لكن يقول في التوراة يقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ولا شك أن وصفها بالنور هنا أقل من وصف القرآن الكريم هنا لأنه قال ولكن جعلناه نور القرآن كل جعلناه نور وقال روح من أمرنا وقال هنا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ولا شك أن هذا تفضيل للقرآن الكريم على غيره لذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مهيمن قال ومهيمنا عليه قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء يصف الله سبحانه وتعالى التوراة أيضا بأن فيها من الهدى وفيها من الأحكام ما لو استجاب لها اليهود الذين يزعمون أنهم يتبعون ما في التوراة لتبعوك يا محمد فقد أنزلنا فيها نورا وكان يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكمون بين اليهود فيما بينهم والربانيون والأحبار وهنا فيه تفريق بين الربانيين والأحبار والرباني هو العالم الذي يعمل بعلمه وبعض المفسرين يقول الرباني هو الذي يربي الطلاب بصغار العلمي قبل كباره والمعنى الذي يجمع التعريف الجيد للرباني أن يقال أنه المعلم المربي ما أخوذ من التربية الرباني التربية هي أن تعلم وتربي ولا شك أن المعلم المربي هو المعلم الذي يتعاهد ويعرف كيف يربي ويعرف متى يربي وكيف يعطي المعلومة كيف يكون قدوة إلى آخره ولذلك سماه الله الرباني يعني عالم يعمل بعلمه ويربي به ويكون قدوة لتلاميذه هذا الرباني أما الأحبار فهم جمع حبر وقيل جمع حبر وهو العالم الكبير أيضا لكن لا شك أن الرباني يفضل على الحبر بأن الرباني يعني أكثر عملا بعلمه ثم قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء قال فلا تخشو الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هل معنى يا أخواني ومن لم يحكم هل معنى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أنه يمكن للإنسان أن يشتري بآيات الله ثمنا كثيرا فيكون معفوا عنه يعني الله يقول فلا تخشو الناس واخشوني يخاطب هؤلاء العلماء وهؤلاء الأحبار أنا قد استحفظتكم على هذا الكتاب الكريم وعلى هذه التوراة بما فيها من العلم ما فيها من الشرع فلا تخشو الناس واخشوني وهذا الذي ينبغي على العالم أن يكون أن لا يخشى إلا الله لأنه قد استحفظه الله على أمانة علم فإذا كتمه وننطق بالباطل أو كتم الحق فهو لم يصن الأمانة ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يذكر بهذا السياق يقول فلا تخشو الناس واخشوني في إشارة واضحة للعلماء إلى أنكم سوف تتعرضون للابتلاء وسوف تمرون بمواقف ينبغي لكم أن تقولوا فيها كلمة الحق وتدفعون ثمنها وتصبرون على ذلك فلا تخشو الناس واخشوني ولا تشتروا بآيات ثمن قليل فقال العلماء كل الدنيا ثمن قليل لو أخذت الدنيا كلها مقابل السكوت عن الحق أو عن الباطل عفوا وكتمان الحق فأنت قد أخذت بها ثمن قليل الدنيا كلها هي ثمن قليل وعرض زائل مقابل القول الحق والصدع به ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ثم قال يذكر بعض الأحكام التي كتبها الله سبحانه وتعالى في التوراة فيقول وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص أحكام القصاص فمن تصدق به فهو كفارة له يعني فمن تنازل عن حقه فهو كفارة له يعني يغفر الله له من الذنب ويعفو عنه بقدع عفوه عن صاحبه أو عن من ظلمه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون جاء لون الحديث عن الحكم بغير ما أنزل الله في سياق تعداد الحدود القصاص فيما دون النفس أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأذن ثم جاء بذكر عيسى عليه الصلاة والسلام فقال وقفينا على آثارهم يعني على آثار أتباع موسى من اليهود قال وقفينا على آثارهم يعني بعدهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة يعني جاء عيسى عليه الصلاة والسلام مصدقا لما جاء بين به موسى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور كما وصف أيضا التوراة صح؟ قالوا أنزلنا توراة فيها هدى ونور وكذلك وصف الإنجيل قال فيه هدى ونور فيبقى وصف التوراة والإنجيل أيضا أقل من وصف القرآن ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسق ثم قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه لاحظوا أيها الأخوة كيف تدرج فذكر التوراة وما فيها من الأحكام ثم ذكر الإنجيل وما فيها من الأحكام وصف الله التوراة بأن فيها نور وفيها هدى ووصف الإنجيل بأن فيه نور وفيه هدى وأنه مصدق لما جاء منه بوسى عليه الصلاة والسلام ثم جاء إلى القرآن الكريم نستمع إلى هذه الصفات التي وصف الله فيها القرآن الكريم والقرآن الكريم وصف القرآن في القرآن كثير جدا القرآن يتحدث عن القرآن فيه كلام كثير جدا كلام كثير في وصفه وما فيه من العظم وفيه أيضا كلام كثير فيما ينبغي عليك تجاهه كيف تفهمه كيف تتدبره كيف تحفظه فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه أي أيضا ما أنزلنا عليك من القرآن يا محمد فيه تصديق لما بين يديك من الكتب السماوية السابقة التوراة والإنجيل وفيه أيضا نسخ لبعض ما فيها وفيه بيان لبعض ما حرفه أهلها منها فهذا هو معنى الهيمنة قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب السابقة قال ومهيمنا عليه فالمقصود هنا بقوله لما بين يديه من الكتاب أي جنس الكتب السماوية ومهيمنا عليه أي على الكتب السماوية كاملة قال فاحكم بينهم بما أنزل الله هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعد فاحكم بينهم بما أنزل الله وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يحكم بأمر الله وبما أنزل الله وأنه ليس لك أن تجتهد فيما حكم الله فيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر ممن يتدخل في الحدود بعد أن ترفع إلى القاضي وإلى الإمام ويعني توعده وعيدا شديدا لأنه قد خالف هذا المعنى فاحكم بينهم بما أنزل الله والتدخل في الحدود بعد أن ترفع هو محاولة لتغيير حكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولذلك لما أراد الصحابة رضي الله عنهم عندما سرقت إحدى بني مخزوم فأرادوا أن يبحثوا عن من يشفع فيها لدى النبي صلى الله عليه وسلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الحكم فأرسلوا إليه زيد رضي الله عنه بن حارث وكان يحبه عليه الصلاة والسلام كثيرا أسامة عبوا أسامة بن زيد فأتى يشفع في هذه المرأة التي سرقت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فضلا عن أن تكون غيرها وفاطمة هي فاطمة فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هنا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا يقول الله سبحانه وتعالى له ولا تتبع أهواءهم الخطال للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو دونه ممن هو أولى بهذا الخطأ من غيره عليه الصلاة والسلام الذين يدخل فعلا فيهم هذا ويتبع أحدنا هواه لأسباب كثيرة فهذا تحذير شديد عندما يأمر الله ينهى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء أصحاب الهوى والمنافقين والمنحرفين أن يزل وأن يحكم بغير ما أنزل الله لأي سبب من الأسباب فيقول فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وهذه فيها إشارة وأمر صريح واضح إلى أن ما جاءك من الحق يا محمد كفاية ويغنيك ويكفيك عن اتباع ما جاء في كتاب اليهود أو كتاب النصارى ثم يقول الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون يقول الله سبحانه وتعالى في الآية والإخوة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة يشير الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الله قد جعل ما يدعو إليه الأنبياء عليه الصلاة والسلام من العقيدة واحدا وكلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فلم يأتي أحد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام بدعوة إلى غير ذلك أن يعبدوا الله ربي وربكم ولكن اختلفت دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام في الشرائع في التكاليف في الأحكام الشعية في صفة العبادة ونحو ذلك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة يعني أنتم الأنبياء في اختلاف في الشرائع وفي العبادات وأما في العقائد والأصول فإنهم يتفقون ثم قالوا لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي متفقة في الدين وفي التفاصيل كلها ولكن ليبلوكم فيما آتكم وخلق الإنسان مبني على الابتلاء مبني على الابتلاء ولذلك سورة البقرة لو تأملتم فيها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام يقول إني جاعل في الأرض خليفة ولذلك لا يستغرب عندما يخرج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة وينزل إلى الأرض ويستخلف قوم أو يستخلف أذرية آدم بعضهم بعضا بمعنى جاعلهم في الأرض خليفة ومعنى يعني يخلف بعضهم بعضا وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وليس معناها أن الله جعل الإنسان خليفة له في أرضه هذا معنى خاطئ لأن الخليفة يكون عن الغائب ويكون عن الميت يقال هذا خليفة لكن أن يقال خليفة عن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يخلفه أحد نعم لكن المقصود بأن استخلاف الإنسان في الأرض وخلق الإنسان ابتداء كان للإبتلاء فالله يقول أن الله قد نوع الشرائع نوع الشرائع ليبلوكم فقال سبحانه وتعالى ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات مع قصر هذه الجملة ففيها دلالة عظيمة على ضرورة مسارعة الإنسان إلى الخيرات ومسابقة الزمن من صح التعبير وكأن الإنسان وهذا هو الواقع يسابق أجله فيعمل ما يستطيع من العمل الصالح قبل أن يفجأه الموت وينتهي الأجل لأن العداد يعد فيقول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات وهذه الآية من الآيات الجامعة في القرآن الكريم التي تدل على وجوب مسارعة الإنسان إلى الخير واستكثاره من الخير وحرصه عليه ما دام في عمره فسحة وما دام في عمره بقية لأنه إذا انتهى الأجل فإن تطوى الصحاء فلا يستطيع الإنسان نضيف عليها حسن واحدة ثم يقول إن الله مرجعكم فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وهذه فيها إشارة يوليخوة إلى أن الإنسان منه قد ينشغل بالخلاف بينه وبين اليهود وبين النصارى وبين غيرهم عن العمل الصالح فيقول الله سبحانه وتعالى اشتغلوا بما ينفعكم واستبقوا الخيرات وتركوا ما لا يفيدكم من المجادلات والاشتغال بالجدل عن العمل فإن الله سبحانه وتعالى قال إلى الله مرجعكم فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يرون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هذه الآيات فيها معاني عظيمة أولا الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تكرر في هذه السورة هذا الأسلوب الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والتحذير له من اتباع الهواء أو اتباع المنافقين أو اتباع اليهود وهو عليه الصلاة والسلام أكمل البشر عدلا وتقوى وعلم عليه الصلاة والسلام فيقول وأنحكم بينهم بما أنزل الله كررها أثر من مرة ثم يقول ولا تتبع أهواءهم سبحان الله هذا التحذير للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يغضب الواحد مننا إذا قيل له اتق الله ولا تتبع الهواء وانتبع من المنافقين واحذر من نفسك واحذر من الشيطان ونصح بذلك فليس هناك أحد أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقال له هذا الكلام ثم يقال ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن ما أنزل الله إليك قال لا عن بعض ما أنزل الله إليك بمعنى التحذير الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن شيء من دينه ولو كان يسيرا مقابل إرضاء هؤلاء المرجفين والمنافقين واليهود وهم كانوا يحاولون بطرق كثيرة حتى في أول الإسلام كان المشركون يحاولون في النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف اللهجة شوية ويخفف حدة القسوة على آلهتهم ويقولون ما رأيك يا محمد لو نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة فإن كنا على الحق تكون قد أصبت منه وإن كنت أنت على الحق نكون برضى نحن أصبنا مما عندك من الحق فقال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وكانت واضحة المسألة ومفاصلة فهنا يقول واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك يا سلام هذه الآية الحقيقة في غاية القسوة وفي غاية الوضوح أنه لا ينبغي للمسلم أن يتنازل عن شيء من دينه مجاملة أو مداهنة وأن المشركين والمنافقين يفرحون فرحا شديدا بأي تنازل تقدما ولذلك يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم ودوا لو تدهنوا فيدهنون هم يتمنون أنك تتنازل في أي شيء وهم سيتنازلون لك أكثر يفرحون بمن يتنازل لهم ومن يعني يتنازل عن شيء من دينه مقابل إرضائهم ومجاملتهم ثم قال فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وتلاحظون أي وليخوا في القرآن الكريم يأتي وصف الكثرة مقرونا بالذنب أليس كذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال وقليل من عبادي الشكور ويقول هنا وإن كثيرا من الناس لفاسقون ولذلك يقول أحد السلف كلمة جميلة قال لا يوحشك قلة السالكين ولا تعجب لكثرة الهالكين يعني البعض أحيانا ينجرف إلى طريق الضلال فإذا قلت له لماذا قال يا أخي الناس هذولك كلهم غلطانين ما هم عقول أن الناس كلهم غلطانين وأنت على الحق الله سبحانه وتعالى كرر هذا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ولذلك يقول عمر الخطاب يوما سمع رجل وهو في الطواف يقول اللهم اجعلني من القليل فقال تعالى أنتم وإيش الدعاء هذا اللهم اجعلني من القليل قال أليس الله سبحانه وتعالى يقول وغليل من عبادي الشكر فأنا أقول الله ما اجعلني من هذا القليل فقال عمر كل الناس يفقى منك عمر رضي الله عنه ثم يقول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون في هذه الآية إشارة يا أخوة إلى أن أي حكم مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى فهو حكم من أحكام الجاهلية وليس بالضرورة أن يكون قد وقع في أيام الجاهلية قبل الإسلام ولكنه جاهلي لأنه مخالف لحكم الله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد